لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد النقطة الثانية التي أردت أن أتحدث فيها فيها المعلومات التي توفرت لدي أن بعد إصابة الرئيس تم فتح تحقيق أمني بشبهة إصابة الرئيس أو نقل فيروس كورونا إلى الرئيس بصفة متعمدة فقد رويت لكم في مداخلة سابقة كيف تم نقل الفيروس كيف جاء شخص طلبوا أحد المسؤولين طلبوا الرئيس في أمر ما وكانت عنده مع أعراض تعمل كورونا وأيضا كان ثبت لديه أنه مصاب بالفيروس ورغم ذلك أن الجهة قالت تعالى بسرعة وأدخل الرئيس ولا تخبره بشيء ودخل ويبتو أن الرئيس صافحه ربما نقل إليه الفيروس أو أن هناك قصة أخرى لا نعرفها وتفاصيل أخرى لم تصل لها لكن المؤكد أن المصالح الأمنية فتحت تحقيق حول كيفية وصول الفيروس للرئيس لهذه اللحظة لم يحدثوننا عن شيء بالبيان الأول قالوا بأن إصابة إطارات سامية في رئاسة الجمهورية والحكومة اليومنا هذا لم نسمع عن أي إطار سامي في الحكومة رغم المعلومات التي لدينا أن هناك الكثير بل أن هناك من يتواجدون في عين النعجة وآخر المعلومات وصلتنا أنه لا يسمح للناس دخول عين النعجة لأن عين النعجة تغرق في فيروس كورونا وأنه في إطارات كثيرة يتواجدون في هذا المستشفى أسوأ يعني في ظروف الله أعلم بها حتى أن الناس إلا إذا كان واحد عنده موعد مهم كبير ويرواشياء واحد الإجراءات معقدة أما مثل مقابل أنه كل اللي يجي يدخل اللي يجي لي يدخل ولا العسكر اللي عنده اللي يحب يشوف واحد أو أي شيء من هذا القبيل صارت متوقفة منذ فترة بسبب وجود إطارات سامية في الدولة الجزائرية وقيادات عسكرية عالية للرطبة يتواجدون في مستشفى النعجة وهناك من تم نقرهم إلى الخارج أيضا في صمت وفي هدوء ولم يتم الإعلان عنه لذلك أنه رئاسة الجمهورية أو مصالح الأمن الرئاسي والأجهزة الأمنية الجزائرية تفتح التحقيق عن الكيفية وللحظة هذه لم تعلن شيء هل وصلت إلى معلومة في شبهة نقل فيروس بصفة متعمدة للرئيس حتى هم يعلمون وضعه الصحي وصدره السكر اللي عنده لطنسيون أيضا محدثون الآن أنه عنده لطنسيون ويدخل بشارها يعني أنه تم استعمال هذا الفيروس لاغتيال الرئيس حتى لا تكون أي شبهة أخرى ولذلك تم نقله إلى النعجة وبعد ذلك مباشرة إلى ألمانيا لأنه لو كان يتم اغتياله بأي أسلوب آخر ستتضح وستنفضح الأمور ولكن بهذا العمر يكون شيء في هدوء بل أنه يتواجه في ألمانيا وكل المعطيات تتحدث أنه صب بفيروس كورونا إذا قضى عليه فيروس كورونا فالشيء آخر وإذا نجى وهذا شيء آخر لن تكون هناك أي شبهة إذن أنه مصالح الأمن أنا لا أؤكد وأقول بأنه هناك تعمد في نقل فيروس بل أنه المعلومات التي توفرت لدي أن مصالح الأمن تفتح التحقيق بخصوص شبهة ركزوني جيدا شبهة نقل الفيروس بصفة متعمدة إلى رئيس الجمهورية وهم يحققون ترى هل سيقولون الحقيقة ويذكرون من هو الشخص الذي احتك بالرئيس ونقل له الفيروس هذا شأن أما إذا وجدوا الصبغة الجنائية في هذا الجانب فهذا شيء آخر لحد الآن هناك تكتم شديد على الأسباب والطريقة التي نقل بها الفيروس للرئيس لأنه لا يمكن أن الفيروس شطاير في السماء وتخل المكتب وحوس على الرئيس ونقل له عن طريق شخص هذا مؤكد إذن من هو هذا الشخص وكيف وصل إلى الرئيس وكيف لم يتم الكشف أنه عنده أعراض كورونا أو أنه عنده أعراض كورونا وتكتم عنها هو ولا تكتم عنه الآخر كل الأسئلة مطروحة هذا إذا وضعنا الرواية التي أتيت بها من قبل حول الطريقة التي وصل بها الفيروس إلى رئيس الجمهوري إذن هذه المعلومة التي أردت أن أعطيها لكم اليوم أنه هناك تحقيقات حول كيفية نقل الفيروس إلى الرئيس إذن طبيعي جداً من حيث المبدأ أنه طبيعي جداً أن الأجهزة تقوم لأن الرئيس نقل إليه فيروس طبيعاً ستجري تحقيقات في هذا الموضوع ولكن المعلومة التي توفرت لدي أن الأجهزة الأمنية تشتبه في نقل الفيروس للرئيس بصفة متعمة ترى من المستفيد ومن أراد ذلك هذا شيء آخر ستكشف عنه التحقيقات وإن وصلتنا معلومات أخرى سنقدمها لكم ولذلك يعني من الضروري جداً على أن السلطات الجزائرية تكون شفافة في هذا الأمر إذا وجدت طبيعة أو جانب جنائي في هذا الأمر فهو يجب أن توصل المعلومة للجزائريين بشفافية وبيوضوح حتى تتضح الرؤية لأننا ندرك تماماً أن المرحلة صعبة وأن العصابة متجذرة وأن هناك من لا يريدون لهذا المسار أن يستمر بل أن هناك أيضاً من يتحدث في أشياء أخرى تتعلق حتى برحيل الجيد صالح لكن نحن لم نتحصل على أي معلومات من أي مصادر حتى نخوذ في هذا الموضوع كل ما يجري الحديث عنه في شبكات تواصل اجتماعي وفي مواقع الأنترنت ونحن لا نأخذ بهذه الأمور على سبيل الحجة وإن كنا أحياناً نأخذها على سبيل الاستدلال فقط إن توفرت لدينا معلومات تعذد ذلك وتقوم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله